من جانبه أعلن نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جازيب بوريل أن وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي ستكون دليلة في أعمل الإتحاد ومصر وأكد بوريل أن الإتحاد الأوروبي سيدعم بناء اقتصاد مستديم يقوم على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر هذه الواسيقة ستكون الدليل في أعمالنا واسمح لي بأن أضع على الطاولة اعتقادي بأننا الشريك الذي يعتمد عليه فنحن نستثمر ونتاجر وندعم الشعب المصري ونود الاستمرار في تقديم ذلك ضمن أولوياتنا في علاقاتنا الثنائية وكل تركيزنا الآن منصب على بناء اقتصاد مستديم يقوم على التحول الرقمي والطاقة الخضراء بشكل رئيسي ولا نحتاج للتعبير عن دوركم الهام الذي تقومون به في المنطقة فبدونكم لم تكن المنطقة أكثر أمنا